علاجات حديثة وفرتها وزارة الصحة في وحدة أمراض الدم في مختلف المستشفيات العامة لمرضى أنيميا الدم المنجلي للأطفال والبلغين ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من نوبات الألم المزمن والشديد نعم كما ساعدت هذه العلاجات المتقدمة في التقليل من نسبة دخول مرضى أنيميا الدم المنجلي إلى المستشفيات بنسبة تصل نحو 30% نتيجة نوبات التكسر المتكررة 400 مصاب بأنيميا الدم المنجلي في البلاد 89 منهم كويتيين ومعظم المضاعفات متشابهة مؤخرا تم زراعة خلايا جذعية لثمان حالات من فئة الأطفال لمرضى يعانون من الأنيميا الإحصائية تقول أن تقريبا 89% منهم مصابين كويتيين الإناث والذكور متعادلين أنواع الأنيميا المنجلية كلها موجودة بالكويتي اللي هو السكل ثلاثيميا والسكل دي أنواع مختلفة من الأنيميا المنجلية موجودة ومعظم المضاعفات منتشرة في منطقتنا تبع حسب الجينات المنتشرة في هذه المنطقة أزمات الألم المصاحبة لمرضى أنيميا الدم المنجلي قد تؤدي إلى مضاعفات حادة ومزمنة مثل تلف الأعضاء وفشل وظائفها للحد من المضاعفات الخطيرة أدخلت وحدات أمراض الدم في مختلف المستشفيات ثلاثة أدوية جديدة مخصصة لهؤلاء المرضى حققت قفزة نوعية في علاجهم والتخفيف من الآلام الدواء الأول عبارة عن أبر أسبوعية وهي يأخذها المريض الذي هو فوق 18 سنة فيه دواء ثاني دخل وهو عبارة عن أدوية حبوب تأخذ مرتين أو ثلاث مرات باليوم تبتدي من عمر سنة طفولة فما فوق بالبداية كانوا أقروه ل 12 سنة والحين نزلوا العمر فبدأ بعض الأطفال أن يخذوا لها الأدوية وبدأنا نشوف فعلا في تجاوب مع هذا الأدوية وخفت نوبات الألم بالنسبة لهم الدواء الثالث وهذا الدواء فعلا سهل إعطاء المريض لأنه أساسا مكون غذائي ولكن اكتشفوا أن هذا المكون غذائي خفت من نوبات الألم هذه العلاجات الحديثة قللت من دخول مرضى أنيمية الدم المنجلية إلى المستشفى بنسبة 30% وخففت من نوبات الآلام الحادة والمزمنة الآلام اللي يحسونها آلام مبرحة وشديدة يعني الله يعلم اللي هم يمر فيها أو هم يحسون بالآلام طول الوقت ولكن هذا الآلام المزمن يصير فيه عندهم نوبات مفجائية حادة فالأدوية الآلام اللي مع الوقت الواحد ما تأدي الدور اللي مفرض تأدي أنها تخفف الآلام هذه الأدوية الجديدة المستحدثة تخفف من نوبات التكسر بالرغم من تكلفتها الباهضة إلا أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على إدخال أدوية حديثة ومعتمدة لتسريع رحلة علاج المرضى والحد من المضاعفات الخطيرة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر